أجرى رئيس الصيني سيدين بينك اتصالا هاتفيا مع رئيس سيرليون جوليوس مادابيو يوم الجمعة قال سيدين بينك إن العمل جاري يصادف ذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وسيرليون وأشار إلى أن الجانبين ظل يحافظان على ثقة سياسية متبادلة رفعة المستوى وقال سيدين بينك إن المساعدة الصينية تلعب دورا إيجابيا بمكافحة كوفيد-19 في سيرليون مثل إرسال وفد طبي وفريق خبراء وتقديم إمدادات ضرورية ولقاحات مشيرا إلى أن الصين تنوي تعزيز التعاون مع سيرليون في مكافحة الوباء وتقديم دعم ومساعدة لسيرليون لمكافحة الوباء وأكد سيئا أن الصين ستواصل تقديم دعم ومساعدة بقدر استطاعتها لسيرليون من أجل تحقيق النمو الاقتصادي الوطني مشيرا إلى أنه يجب على الجانبين تعزيز التعاون بالوحدة والإصرار على الدعم المتبادر والحفاظ على العدالة الدولية معا ومن جانبه قدم رئيس سيرليون بيو تهنئته بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوية الصيني وذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين سيرليون والصين قائلا أن الصين تتخذ الشعب كأولوية دائما وحققت إنجازات بارزة في التخلص من الفقر ومكافحة كوفيد-19 وأربع عن الشكر للصين على تقديم مساعدة ملموسة لسيرليون في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الوباء مؤكدا أن الصين صديق حقيقي وموثوق به لشعب سيرليون والشعوب الإفريقية